اهلا بكم في نشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية في المستهل وافق مجلس الوزراء الجزائري على استراتيجية فتح الوكالات البنكية بالخارج لا سيما في الدول الافريقية وكانت الحكومة الجزائرية قد كشفت في الثامن عشر مايو الماضي عن عزم ثلاثة مصارف جزائرية فتح وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الافريقية وفرنسا ممثلة في البنك الوطني الجزائري والقرضي الشعبي الجزائري في حين بادر بنك الجزائر الخارجي بالمساعي أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له بنك الجزائر الخارجي الدولي بفرنسا لأجل الاستجابة للانشغالات المعبر عنها من طرف الجالية الجزائرية المكيمة في هذا البلد الأوروبي هذا أمر الرئيس الجزائري عبد مجيد تابون الحكومة بأعداد النصية القانونية الخاص بمشروع إنشاء بنك الإسكان في أجل أقصى شهر واحد بيانا عن رئيس الجزائرية نقل عن رئيس تابون تأكيده ضرورة تحضير للمرحلة الانتقالية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن من أجل إطلاق فعلي للبنك الجديد قريبا بخصوص التحضيرات لموسم الحج المقبل قرر مجلس الوزراء الجزائري خفض تكاليف أداء أركن الخامس في الإسلام بيانا عن الرئيسة الجزائرية ذكر أن مجلس الوزراء وافق على دعم تذكرة صفر الحجاج إلى البقاع المقدسة وذلك بخفض سعرها بمائة ألف دينار ما يعادل سبعمائة دولار المصدر ذاته أسدى الرئيس الجزائري قال أن الرئيس الجزائري أسدى تعليماته لوزر النقل بتعويض الحجاج الذين دفعوا سعراء تذكرة ضمن التكاليف الإجمالية للحج ارتفعت أسعار النفط مجددا بعد رفض السعودية أكبر مصدر النفط في العالم أسعار بيع خامها لشهر جوليا المقبل للمشترين الأسيويين إلى مستويات أعلى من المتوقع وارتفع خامو غرب تكساس الوسيطي الأمريكي تسليم جوليا المقبل بستة عشر مئوية ليصل إلى مئة وعشرين دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع مارس الماضي زاد خامو برانت القياسي العالمي تسليم أوت المصرم أكثر من سبعة عشر مئوية إلى مئة وعشرين دولار لبرميل في بورسة أوروبا للعقود الآجلة إلى ذلك رفع سيتي بانك توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام مبررا ذلك بتأخره في إضافة إمدادات نفطية من إيران رفعت المجموعة المصرفية الأمريكية توقعاته لسعر خامو برانت في الربع الثاني للسنة الجارية بمقدار أربعة عشر دولار إلى مئة وثلاثة عشر دولار للبرميل قدر البنك أن يكون متوسط سعر البرميل العام المقبل عند خمسة وسبعين دولار في زيادة عن التوقع السابق بمقدار ستة عشر دولار وذكرت وحدة الأبحاث التابعة للمجموعة أن تأخر في رفع العقوبات المفروضة على إيران هو العامل الأساسي في توقع قلة الإمدادات هذا وذكرت أكبر شركة مستقلة لتجارة الخام في العالم أن الولايات المتحدة قد تسمح بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية حتى من دون أحياء الاتفاق النووي أقل رئيس قسم آسيا في مجموعة فيوتل مايك مولر أن واشنطن قد ترخص بتدفق قدر أكبر للنفط الإيراني مع هيمنة الحاجة إلى خفض أسعار الغاز في أمريكا قبيل انتخابات تجديد النصفي لأعضاء الكونغرس المجموعة ذاتها توقعت أن يؤدي التوصل إلى اتفاق نووي جديد إلى وصول ما بين نصف مليون إلى مليون برميل يوميا إلى الأسواق الدولية وهو ما يكفي للتأثير على الأسعار في شأن متصل منحة الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر استئناف تدفقات النفط الفنزولية المجمدة منذ عامين في أوروبا وأفدت وكالة رويترز نقلا عن خمسة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر أن شركة إني الإيطالية وريبسول الإسبانية قد تأتشحنان النفط الفنزولي إلى أوروبا في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل لتعويض عن الخامي الروسي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن استئناف تشغيل حقل الشرار النفطي بعد توقف دام لأكثر من خمسة وأربعين يوما كشفت مصادر من إدارة تسويق في المؤسسة التي تتخذ من طرابلوس مقرا لها عن بدء ضخ النفط الخام الأحد إلى ميناء زاوية النفطي بحوالي خمسين ألف برميل يوميا على أن يعود الإنتاج إلى معدله الطبيعي البالغ ثلاثمائة وثمانية عشر ألف برميل يوميا بعد عشرة أيام وأوضح المصدر أن المؤسسة الوطنية للنفط سوف ترفع القوة القاهرة عن الحقل وتستأنف التصدير إلى الخارج طلبت إدارة البيت الأبيض من وزارة التجارة الأمريكية بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمهورية التي فرضها رئيس السابق دونالد ترامب على الصين لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية جينا رامياندو إن القرار سيشمل في المرحلة الأولى رفع الرسوم الجمهورية المفروضة على الأدوات المنزلية والدراجات الصينية مع الإبقاء عليها فيما يخص الصلب والأليمنيوم وكان الرئيس بايدن قد ذكر في بداية رئاسته لأنه يدرس إلغاء بعض التعريفات الجمهورية المفروضة على بضائع صينية بمئات المليارات من الدولارات فرضها ترامب وسط حرب تجارية طاحنة بين أكبر اقتصادين في العالم نحن نبحث الأمر في الواقع طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك ولذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار هناك منتجة أخرى الأدوات المنزلية والدراجات وغيرها وقد يكون من المنطقي بحث رفع تعريفات المفروضة عليها الإدارة قررت الإبقاء على بعض تعريفات الجمركية على الصلب والأليمنيوم لحماية العمال الأمريكيين وقطاع صناعة الصلب وزيرة التجارة الأمريكية توقعت أن يستمر النقص الحالي في رقائق أشباه المواصلات حتى العام 2024 مع تأخر كونغرس على إقرار تشريع لتعزيز الإنتاج الأمريكي من المرجح أن يستمر النقص الحالي في رقائق أشباه المواصلات حتى عام 2024 هناك حل واحد للمشكلة الأمر يتطلب من الكونغرس العمل على إقرار تشريع الرقائق لا أعرف لماذا يعطله اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حواجز قيود التصدير كآدات لقمع الحرية والبلطجة الاقتصادية وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاوفينغ إن الصين تعارض بشدة نهج الولايات المتحدة في إساءة استخدام العقوبات الأحادية وقمع الأنشطة الاقتصادية والتجارية العادية للدول الأخرى بحجة الرقابة على الصادرات على حد تعبيره تعارض الصين بشدة تصريحات ذات الصلة التي أدل بها الجانب الأمريكي في سنوات الأخيرة استخدمت الولايات المتحدة مرقبة الصادرات كآدة للقمع السياسي والبلطجة الاقتصادية وقمع شركات والمؤسسات والأفراد من البلدان الأخرى دون أدلة وقعية لقد خلق صعوبات وعقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات العالمية بما في ذلك شركة الصينية والأمريكية مما يقوض بشكل خطير المعاملات الاقتصادية والتجارية الدولية والقواعد التجارية ويهدد بشدة استقرار سلسلة التوريد العالمية آخر خبر في النشرات الاقتصادية الصباحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة